اهلا بكم في حلقة جديدة من صندوق الانسان شرحت لكم في الحلقة السابقة بدايات مارتين لوثر وانه هو جاه بعد مئة سنة من يان هوس اللي يعني تم حرقه لانه رفض اللي حصل في الكنيسة الكاثوليكية ويعني قبل ما اكمل لكم حكاية مارتين لوثر عايزة اخدكو شوية الورا عشان اوضح لكم ازاي ان اللي احنا بنسميها عصور الظلام في اوروبا ما كانش ظلام اوي زي ما احنا متخيلين يعني نفس الكنيسة اللي كانت متسلطة وفي صراع مع البابا كانت هي برضو اللي من داخلها بدايات الجامعات ومن داخلها بدايات التعليم فكرة التعليم والادب وزراعة وحاجات يعني كانوا بيعملوها طلعت طبقة اللي هو الضلع التالت للمجتمع بقى طبقة اللي هم المواطنين الطبقة اللي هي مش الارستقراطيين والنبلاء ولكن ايضا طبقة المتوسطة الطبقة المتوسطة اللي هي بتشيل اي بلد واللي هي بتعمل تغيير في اي بلد وعايز احكيلكوا حكاية غيرة جدا من القرن الاربعتاشر توريكوا ايه اللي كان يحصل في ألمانيا بالزبط وان القصة ما كانتش عصور ظلام زي ما احنا متخيلين على طول الخط كان فيه تطلط في الكنيسة بس كان فيه اجنيحة تانية فيها بعض الانفتاح وكان فيه مجتمع مدني مش يعني مش بالمفهوم العصري ولكن خلينا نقول طبقة وسطة بقى الضلع التالت اصبح الصراع دلوقتي مش ما بين الامبراطور الروماني وما بين البابا ولكن اصبح ان فيه طبقة ابتدت تنمو من التجار من المثقفين من الناس اللي ابتدوا يتأثروا بالحركات الانسانية وعصور النهضة اللي بدأت طبعا في ايطاليا كل ده كان عمال ينطبخ ففي القرن الرابع عشر حصل ان ابتدت في ألمانيا كان الكنائس هي دايما مركز المدينة وكان زي ما قلتلكم في الحلقات السابقة من ساعة كارل الكبير او شارلمان في القرن التاسع انه كانت الكنيسة هي مصدر الحكم كمان للامبراطور لانها كانت ابنيتها بيستخدمها في الحكم لكن الطبقة المتوسطة اللي بدت تنشأ في ألمانيا دي قالت احنا عايزين حاجة تانية عايزين مبنى مدني لشؤون المواطنين او ما كانش حتى فكرة المواطنين ظهرت بالمعنى اللي هو السيتزنز بس للشعب غير الكنيسة فابتدوا يعملوا بجوار كل كنيسة حاجة اسمها رات هاوس او بيت المشورة فاكرين لما انا في الحلقات الاولى كنت بحكيلكم عن الجرمان وهم عندهم حاجة اسمها تينج او ثينج اللي هو مجلس المشورة اللي كانوا بيعودوا يتشاوروا فيه في امورهم او يحكموا على حد لو عمل حاجة هم كانوا عايزين في المانيا يعملوا مبنى موازي او سلطة موازية للكنيسة اسمها رات هاوس او مبنى البلدية اللي هو النهاردة الحد النهاردة اسمه رات هاوس في كل المدن الالمانية دي بقى دلوقت ايه الكنيسة والرات هاوس الرات هاوس لسه مش بتاع الامبراطور ولسه مش بتاع الامراء ده بتاع الشعب للشعب يتقابل فيه وينقش اموره الداخلية بتاعت مدينته ودي بدايات الدموقراطية قبل الدموقراطية بقرون ان الشعب يعرف ان له حقوق انه عايز يكون مستقل مستقل عن الكنيسة ومستقل عن العسكري مستقل عن الدين ومستقل عن اللي معاه السلطة السياسية انه شايف انه هو نفسه سلطة تالتة لازم الكنيسة تسمع له ولازم الامبراطور يسمع له في مدينة في جنوب ألمانيا اسمها بامبرج انا رحتها كتير عشان بعمل فيها محاضرات فيها راتهاوس او مبنى بلدية قصته جميلة جدا وعايز احكيها لكم بتوريكم ايه اللي كان بيحصل في أوروبا وفي ألمانيا بالتحديد في هذا التوقيت عشان تعرفوا ان العملية ما كانتش ايه عصور ظلام ومحاكم تفتيش على طول الخط لا كان فيه حراك حاصل اتعلموا من الشعوب اللي حواليهم ابتدوا يرجعوا التراث الكلاسيكي وارستو ابتدوا حتى يتعلموا من العرب اللي كانوا في سقلية او من اللي في الاندلس فابتدى يحصل حراك هم اتعلموا مننا واحنا ما تعلمناش منهم فدعبنا ايه احنا يعني الحقيقة في النهاية في مدينة بامبرج حبوا الناس يعملوا مبنى بلدية للشعب لموا من بعضهم اللي عندوا حاجة واللي عندوا حتة الدهب نفس الحاجات اللي يعني اللي احنا بنعرفها يعني لما الناس في قرية او في مدينة يحبوا ان هما بالجهود الذاتية يعملوا حاجة على فكرة كان ابتدوا برضو يعملوا بالجهود الذاتية كنائس مش تابعة للكنيسة الكاثوليكية يعني كان كنائس للشعب مش تحت امارة ده كله في مقدمات التغيير المهم في مدينة بامبرج الجماعة لموا فلوس عشان يبنوا مبنى بلدية بس كان اسقف مدينة بامبرج كان هو اللي يمتلك كل الاراضي فبالتالي لما قالوا ان هم عايزين رفض انه هو يديهم قطعة ارض وطبعا رفض كمان انه هي بيعهله لانه كان رافض فكرة انه يبقى فيه مبنى بلدية فيقوم الجماعة بتوع بامبرج احنا بتكلم 1300 وكذا يعني لسه لا فيه بقى لحركة اصلاح ولا تنوير ولا اي حاجة الوقت اللي احنا بنوع عليه انه هو العصور الظلام لكن في الحقيقة كان فيه وعي عند الشعب الناس بجهدهم الذاتية ابتدوا يحفروا في النهر ويعملوا لسان في نهر اسمه الريجنتز هناك ويعملوا لسان في قلب النهر علشان يبنوا على في قلب النهر اللي هو مش ملكي بقى للبيشوب والأسقف وعملوا مبنى البلدية وكانوا فخورين به جدا والحد النهاردة سكان مدينة بامبرج والقلمان لما يروحوا زور المكان ده فرجوا عليه هو مبنى جميل لو شفتوه على الطبيعة كمان مش بس بالصور هيعجبكوا جدا بس روح المكان بقى ان كان فيه من قبل سبعمائة سنة قريدي ناس في هذا البلد عنده افكار ديمقراطية عايز الشعب يكله كلمة مش مجرد اداه مرة في ايد البابا ومرة في ايد القيصر او النبيل او الامير او القائد العسكري ودي ازمتنا احنا اللي احنا مش عارفين نتخلص منها لان احنا بنهرب دايما من البابا للقائد العسكري ده اسلوبنا اللي معرفناش نتغير منه ومقدرناش نبني الطبقة اللي تبني الرات هاوس اللي تبني مبنى البلدية المدني اللي بجهودها الشخصية مش مستنية الحكومة هي اللي تبني لها مبنى المحافظة او تبني لها او تبعت لها عمدة تعينه هي بنفسها فدي يعني كان ايه اكسكرجن بسيط كده عشان اطلعكم من النقاشات الدينية اللي كانت دايرة عشان تعرفوا ان القصة مش حكاية كنيسة ولا مش كنيسة ولا اظهر ولا مش اظهر الحكاية الشعب عنده وعي ولا ما عندوش عنده دراية بحقوقه ولا ما عندوش عنده استعداد ان يبذل من وقته ومجهوده علشان يحقق حاجة مش الشعب اللي قاعد نايم على الكنبة وعايز تنوير بكليك على الفيسبوك لو سمحتوا النبي عايز تنوير ديليفوري ابعتلي اتنين تنوير واتنين تجديد خطاب ديني وكتر استلاطة والتحينة لو سمحت مفيش كده الناس دي اللي احنا شايفينها وبنعجب بانجازاتهم ماجوش مصحيوش من النوم لقوا نفسهم متنوارين الشعب نفسه كان يشوف الكنيسة كان متسلطة قد ايه والامبراطور كان متسلط قد ايه وانا بحكي لك دلوقتي كلام كانت لسه الحملات الصليبية خلصانة اللي احنا بنقول ان هي كذا وكذا وكذا اللي راجعين من الحملات الصليبية شافوا في الطريق في ايطاليا وفي اسبانيا وفي القسطنطينية لقوا حاجات كويسة في المجتمعات اللي حاكمها الاسلام قال لك حلوة حكاية العلوم دي حلوة حكاية البصريات دي حلوة الخرايط دي هات اتعلق ما قالش هادة فيه سقنوة في وجور احنا عارفين قصة جليلية وجليلية وعارفين ان فيه كوبيرميكوس تحاكم وعارفين ان فيه ناس يتحرقل بس على الجانب الاخر كان فيه ناس شغالة ببطء وبحكمة وبوعي وكان فيه مجتمع اللي احنا بنسميه النهاردة المجتمع المدني ابتدى يكبر وابتدى يبقى ليه صوت ولولا ان كان المجتمع ده موجود ما كانتش افكار مارتين لوثر بعد كده عملت اصلاح طب ما احنا مرة علينا ناس كتير زي الفل زي طا حسين وزي زك نجيب محمود وزي احمد لطفي السيد وزي قاسم امين وزي فراج فودا وزي ناصر حمد ابو زيد وسيد القمني وناس الكويسين اللي افكارهم متنورة دول كلهم وعندنا النهاردة شباب وعندنا ناس محترمة ليه ما بيحصلش التغيير عشان ما عندناش الرات هاوس ما عندناش مبنى البلدية بتاع الشعب اللي الشعب عملوا بمجهوده عشان يقعد يتناقش فيه احنا عايزين حد يبننا اخوانا ما كان تقابل فيه يا عم ما تروح تتقابل في الصحراء او تروح تقابل في الغيط اعمل حاجة اعمل حاجة يعني خلي صوتك ينسمع الكنيسة كانت في المنطقة القوة مع ذلك سكان مدينة بامبرج راحوا وعملوا حاجة جميلة جدا ان هم خلقوا هذا وخلقوا ثقافة خلاص بعد كده بعد كده حكاية الرات هاوس كل مدينة بقى عندها رات هاوس عندهم حاجة اسمها كومونة او كوميونيتي انه المدينة نفسها هي اللي بتقرر والقرية هي اللي بتقرر المدارس النظام فهي بعمل ازاي الزراعة هيزرعوا ايه ومش هيزرعوا ايه هم اللي بيقرروا بالمشورة يعني دي بدايات الديمقراطية ان الناس تتعلم بعد كده كان فيه جامعات جامعات بدأت عشان دراسة اللهوت والكنيس هم اللي عملوها جامعات كبيرة زي بولونيا بعد كده جات اوكسفورد وغيرها هارفارد كل دول كانوا طالعين برضو من انتحت عبائة الدين عشان دراسة اللهوت وبعدين تطوروا وبقوا جامعات بيقدموا علوم في كل شتى مجالات العلوم دي الارضية بقى اللي مارتن لوتر اشتغل عليها انه ما كانش بيخاطب بس كنيسة متسلطة وشعب مقهور وتعبان وبكحة راب لا دا كان بيخاطب كمان طبقة متوسطة من تجار من بروفيسورات اسادت جامعات طلاب جامعات حتى الفلاحين ما هو دا برضو اول ناس صاروا بعد حركة مارتن لوتر ما كانوش الطبقة المتوسطة الجاملة دي كمان دا كانوا الفلاحين نفسه لما ابتدى هو يربط فكرة الظلم مش بس بيدينه بالعقيدة وانما بيستغلال الناس فاول ناس اتحركوا كان الفلاحين نرجع بقى لقصة مارتن لوتر لما كتب الخمسة وتسعين نظرية فتوعه او بند جنود انتقاده للكنيسة وقلنا في الحلقة اللي فاتت ان البابا عمل بيان بعزل مارتن لوتر وبعد البيان دوا ووصل لمارتن لوتر مارتن لوتر كان ممكن في الفترة دي يكش ويخاف ويترعب ويقول يا دي النيلة جالك الموت يتارك الصلاة انا ايه اللي وداني في المتاعدة وكان ممكن يعمل بقى دي الملك او الامبراطور هنري الرابع انه روح واخد بعضه ويروح لابس لباسة توبة ويروح رايح عند الامبراطور ويركع تحت بيته تلات ايام ويتوب عن ذنوبه ويتنصل من كل مقال وكان يكون الفيلم كله اتعمل وكان يكونوا رجعوه مكانه وكانوا يعملوه قديس كمان وكانوا يبقى في موقع محترم جدا لكن هو تبع ضميره رح واخد الورقة اللي البابا باعتها له وحرقها في ميدان عام وهو بيخطب في الناس انه يرفض الظل كده الحركة دي مش بس النظريات اللي هو كتبها واللي هي ابتدت تتوزع في كل ارجاء المانيا عشان قالت التبع لا الحركة اللي عملها انه حرق خطاب الكنيسة وهو واقف في ميدان عام وهو راهب مسيح تنساش ومازال كاثوليك كانش لسه فيه ديانة جديدة ولا او عقيدة جديدة ظهرت بقى او كنيسة جديدة ظهرت مع الانجلية او البروتستانتية زي ما الناس بيسموه هم عمرهم ما سموش نفسهم هم شخصين البروتستان وانما كانوا بيسموه نفسهم الانجليين لانه بقولك احنا المكتوف في الانجل بس هو اللي احنا عايزين فلما حرق البتاع دي عمل حالة وعع يعني ايقظ عقول كثيرة بحرق الورقة بتاعت الكنيسة دي كلها ورى الناس ان مقاومة الظلم ممكنة طبعا البابا غضب جدا والامبراطور البابا كان ليو العاشر اللي هو كان عايز يبني كنيسة البيترس دوم او كنيسة القديس بوتروس اللي هي في روما النهاردة اللي هي في قلب الفاتيكان ف وكان يحتاج فلوس تقول غفران عشان يكمل بناءها عشان تكلفت مبالغ طائلة جدا يعني ف ليو العاشر زعلان والامبراطور كارل الخامس زعلان ده كارل تاني بقى غير ايه كارل الكبير او شارلمان الكبير وكارل بالالمانية يعني تشارلز بالانجليزة عشان اللي عايز يقارن الاسماء يعني ف كارل او تشارلز الخامس زعلان هو كمان ايه الراجل ده اللي طالع على الكنيسة الكنيسة حمي عرش كارل والاثنين حبايب في الوقت دوم بعد فترة من الخلافات مش عايز يخش تاني ما هو فاكر كارل اللي حصل مع هنر الرابع واللي حصل مع برباروسة بهدلوه فهو مش عايز يخش في الموالدة تاني واكتشف ان ايه خليك يا عم الامبراطور تحت كنف الكنيسة و خلي الناس تدفع الدرايب وتعمل الاشغال اللي الكنيسة عايزها وكله حيبقى تمام ويشتروا صغير فرانك كمان علشان برضو في النهاية حيقولوا ان الكنيسة دي تعملت في عصر الامبراطور كارل الخامس فبعض النبلاء كنت قلتلكم في الحلقة اللي فاتت ان بعض النبلاء في المانيا كانوا متذمرين من اسلوب الكنيسة انه بالنهاية هم اللي بيتعاملوا بصورة مباشرة مع الشعب النبلاء دول هم اللي بيحكموا في المقاطعات فلما الضرائب تكون كتيرة وسقوه الغفران كتيرة والشعب بيكوح اطراب والعالم تعبانة هم اللي الضغط ده حيجي عليهم هم فهم مش عايزين الشعب يصور عليهم هم شخصي فبيحاولوا انه يحل الازمة بين مارتن لوثر وبين الكنيسة فتدخل بعض الامراء منهم امير مشهور في التاريخ يعني اسمه فريدريش الحكيم او فريدريش دافايزا اللي هو كان امير مقاطعة ساكسونيا ساكسونيا الجميلة بقى اللي هي بتاعت التمرد على طول دي اللي انا قلت قلت له عليه ساكسونيا اللي كان منها اول واحد حارب الرومان اللي هو هيرمان او اللي هو ارمينيوس وساكسونيا اللي هو منها مارتن لوثر وساكسونيا اللي كان منها فيدو كينت لو تفتكروا الزعيم الساكسونيا اللي كان بيحارب شارلمان ورافض التناقل المسيحية لحد ما شارلمان طبعا جاب اجل الحركة واضطر في النهاية ان هو يتعمد ويدخل المسيحيين فامير ساكسونيا فريدريش الحكيم كان بيحب مارتن لوثر وكان شايف والله الرجل ده عنده حق وبس برضه عقلية السياسي كان شايف انه ممكن يستفيد من الرجل ده فالمهم هو تدخل عند الامبراطور وعند البابا انه نعمل اعداد صلح ويجي مارتن لوثر يعتذر لكو يتنصل من الكلام ده و يقدر مداخي يكشر عشان الناس فعلا مش طيقة يا جماعة فالمهم كان جاي البابا والامبراطور يتقبلوا في قلب رات هاوس في مبنى بلدية مدينة فورمز الالمانية اللي هي من اقدم المدن الالمانية على نهر الراين اللي هي جنب الكولونيا كده فقالوا خلي مارتن لوثر يجي هناك ويعتذر و حنخلص الموضوع وحيرجع بقى لشغله تاني وما فيش مشكلة يجي عمك مارتن لوثر يروح هناك يقولوله يلا بقى كل الامراء نصحوه يعني ايه طلق يا بلعليا واطيع الله واطيع الرسول اقول الامر منكم مولانا البابا ومولانا الامبراطور مش هينفع كده فراح مارتن لوثر ما قالهم شوه نوع علي وفتحوا الجلسة هناك البابا قال طبعا كلمته الاول ان اللي انت عملته ده عصيان كبير واضرب الكنيسة وممكن ان يقسم المؤمنين الى فريقين وحتكون انت مسؤول مسؤولية مباشرة عن ذلك نفس اسلوب الخطاب العاطفي اللي احنا عارفينه من رؤساءنا ورجال دينا النهاردة في بلدنا الاسلامية حت تقسموا البلد وحتبيعوا البلد وحتسببوا الفتن ومش عارف بلبلة ومش بلبلة فخلص الامبراطور خلص البابا والامبراطور برضو قال كلمته التعبانة اللي ملهاش اي تلاتين لازمة في الموضوع دوا ومنستنيين بقى قالولوا بقى في النهاية طيب يلا بقى اعتذر وتنصل عن كده وكأن شيئا لم يكن وماشي البابا وقاعد بقى متأكد ان مارتن لوتر حيجي يقول له ابو سئدك يا با العمدي فلاقوا مارتن لوتر واقف ما تهزي له الشعرة ورح حاطت ايده على الانجيل كده ورح اقول لهم لو لقيت في كلامي اللي انا قلته شيء يناقضه من هذا الكتاب يعني من الانجيل أو يناقضه من العقل والحكمة والمنطق ساعتنصل ولكني لا اجد لما فتشت في ضميري لقيت ان انا لو وافقت على الكنيسة بتعمله من نهب لأموال الناس ومن ظلم ومن سوء استخدام للنصوص واستخدام ايمان الناس للتربح لما انا اتنصل من الكلام ده يبقى انا موافق على هذا الظلم وهذا الطغيان لكني لا استطيع وقال جميته الشهيرة انا اقف هنا ولا استطيع ان افعل شيئا غير ذلك ما اقدرش ان انا اتصرف سأفعل ما يمليه علي ضميري ولي كانت ميلاد فكرة في الفكر الدين المسيح اللي عملت بقى موضوع الاصلاح ان انت كمؤمن عندك ضمير فردي وضميرك الفردي ده مش لازم الكنيسة هي اللي تمليها عليك وان انت كشخص قادر على ان انت تقرأ كتابك المقدس بنفسك وتفهمه بنفسك ومش محتاج سلطة بينك وبين ربنا ده الكلام اللي قاله مارتن لوتر بالحرف يعني ان المؤمن مش محتاج وسيط بينه وبين ربنا ودي كتثورة في عالم الكنيسة اللي قايم على كرسي الاعتراف في الكنيسة انت مش عايز وسيط ورجل الدين وظيفته انه ياخد بايدك ويشاور لك على الطريق مش انه يحكمك مش انه يتسلط عليك باسم الاله ده هو لب موضوع الاصلاح اولا فكرة الضمير الفردي ثانيا فكرة انه مفيش وسيط بينك وبين ربنا ثالثا فكرة تحكيم العقل والمنطق ورفض الظلم مهما كان الظالم هو ده اللي خلي حركة زي حركة مارتن لوتر رغم ان فيه خلافات على شخصية مارتن لوتر مارتن لوتر كان عنده مشاكل انه كان يعني افكاره متطرفة جدا في التعامل مع اليهود في وصف الاتراك كان فيه حاجة من العنصرية في كلامه مارتن لوتر لما الفلاحين صاروا بعد كلامه وقف هو مع المبالاء ضد الفلاحين بس احنا بنتعامل مع مارتن لوتر بسياق عصره والكلام والافكار اللي قدمها كانت فعلا ثورية وغيرت اوروبا فيما بعد حتى وان كان الاول جت حرب الفلاحين وبعدين جت بعد كده حرب التلاتين سنة الفضيعة اللي كادت انها تقضي على المانيا وعلى اوروبا كلها لان توسعت وتقريبا تلت سكان اوروبا ماتوا في هذه الحرب تخال تلت سكان اوروبا يموتوا في حرب في خلال تلاتين سنة كل ده بسبب صراع الافكار اللي عايزين يصلحوا ويغيروا واللي عايزين يضلوا في ثياب الماضي وده الشي اللي احنا ممكن نتعلمه منها منهم يعني ان التغيير تمن وغالي وما بيجيش عشان واحد عمل لايك ولا ديسلايك على فيسبوك نراكم في الحلقة القادمة نكمل معاكو بقى قصة حرب الفلاحين وحرب التلاتين سنة والبدايات الدخول بقى في عصر التنوير والحداثة